ناس كتير قوي بتتلغبط في طريقة كيكة الدرة او كيكة البسيسة وتعملها تطلع تقيلة و مكتومة يا اما تطلع معيها كأنها مش كيكة بسيسة كأنها كيكة عادية فتعالي اقولك بقى الطريقة الوحيدة اللي مصبوطة واللي تورثتها الأجيال عندنا في العيلة طريقة الصح الوحيدة اللي هتعملي بيها كيكة البسيسة وتطلع معيك بالشكل اللي انت شايفه ده تطلع مصبوطة جدا جدا شكوري لو صلي على رسول علي فضل الصلاة السلام و اقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بقى في الخلاط اربعة بيد و طبعا انا عمل صانية كبيرة مش صغيرة كيس من الفانيليا كوباية و نص من السكر الحبيبات العادي كوباية من الحليب كوباية من الزيت ولو ما عمتيش لايك للفيديو يريد تعملي لايك هذه كوباية الزيت ادربي بقى مكونات دي مع بعضها كويس جدا في الخلاط لغاية ما تمتزك تماما و قبل ما تمتزك المكونات كويس جدا طبق فيه يكون كده عميق شوية نحط جواء المكونات و نديف كيس من الباكينج باودر اللي هي خميلة الحلويات بعد كده ده بقى دقيق الدورة الاصفر اي نوع سايب بقى او في اكياس اي حاجة حطينا منه كوباية وربع و نقلبهم بعد كده بقى كوباية ونص من يديه الابيض لعادي جميع الاغراض استخدمي اي نوع بتحبي انا بحب الدحى و مبخوا الساعة قلب 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 في اتجاه واحد عشان الكيك مهيبطش معينا حطيتها في الصينية و دخلتها في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط من ساعة لربع الساعة حسب درجة حرارة فرنك و هكون جهزة عندك هنتدي بقى نقطعها كده انا بحب قطع القطع صغيرة بالشكل ده عشان تدي معي كمية كبيرة و زي ما قلتلك هي الصينية دي بتدي معي كمية حلوة و بصي الكيك هاش جدا جدا طف بجد الطريقة دي هي اكتر طريقة مضبوطة لكيك تلبي سيسا و اوهدك ان انت هتعتمدها عندك في البيت اتمنالك بقى يوم سعيد و اتمنالك يكون الفيديو اللي اعجابكم لو اعجابكم ما تبقلش على بلايك و مشترك و بشير للفيديو و اقابلكم في فيديو جديد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة